السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائهم تابعين الكرام النهاردة هنتكلم عن الفرق بين السنن والنوافل مفهوم السنن والنوافل فرض الله تعالى على عباده الفرائض والوجبات وألزم بها المسلمين حتى يتقربوا بها لله تعالى فالصلاة خير وعبادة يتقرب بها المسلم من خالقة فهي حبل الوصال المدرك بالالتزام حتى يتحصل المسلم على الدرجات في الجنات وقد شرع الله لها لها سنن ونوافل حتى تزداد العلاقة بينه وبين خالقه فالنوافل هي جمع نافلة وهي في اللغة مطلق الزيادة وفي الشرع هي كل عبادة زائدة عن الفرد يقوم بها المسلم تقربا لله تعالى وهي أعم من السنة وأما السنن فهي السنن الرواتب التي تصلي قبل الفريضة أو بعدها وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بآداء السنن الرواتب والنوافل لما لها من فضل عظيم في تكفير السيئات وزيادة في الحسنات فأول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة هي الصلاة فهي ما يميز المسلم عن غيره وبه تدرك المنازل الإيمانية عند الله تعالى فإن وجد بجدة تامة وكاملة جاءها القبول من عنده عز وجل وإن نقصت فتحتاج إلى جبر فيها حتى تصح وهذا الجبر هو الالتزام بصلاة التطوع التي تشمل السنن والرواتب والنوافل بدليل ما رواه أبو هرير رضي الله عنه أن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من الصلاة قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم العبد فريضته من تطوعه فصلاة التطوع تشمل كل صلاة ما دون الفريضة فهي تشمل السنن والنوافل وسوف أحدثكم عن الفرق بين السنن والنوافل أولا السنن هي الصلاة المرتبطة بصلاة الفرد وسميت بالرواتب ليواظب المسلم عليها فقد شرعها الله تعالى لجبر النقص الحاصل في الفرائد وإن كانت السنة قبل الفريدة كما في صلاتي الظهر والفجر فهي تهيئ المسلم للدخول في العبادة وإن كانت بعد الفريدة فهي تزود المصلي بلذة العبادة التي حصلت من الفرد كما في صلاتي المغرب والعشاء وقد قسمها العلماء إلى رواتب مؤكدة واضب النبي الكريم عليها كالسنن القبلية والبعدية للصلاة المفروض ورواتب غير مؤكدة أداها النبي الكريم ولم يواظب عليها كالسنن القبلية لصلاة العصر وثانيا النوافل وهي هي الصلاة التي لم يفرضها الله تعالى وشرعها الله لصالح العباد وقد قسمها العلماء لقسمين نوافل يصليها المسلم في وقت محدد كصلاة الضحى ونوافل مطلقة يصليها المسلم في أي وقت من الليل والنهار حم الحديثنا عن السنن الرواتب المؤكدة في اليوم والليلة مع الفرائد إثنتا عشر ركعة أو عشر ركعات وهي أربع ركعات قبل الظهر أو إثنان وإثنان بعدها ورقعتين بعد المغرب ورقعتين بعد العشاء ورقعتين قبل الصبح وأما من السنن غير المؤكدة أربعة قبل العصر ورقعتين قبل المغرب ورقعتين قبل العشاء فهذه السنن المطلقة كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها أحيانا ولم يوظب عليها النوافل من الأمثلة على النافلة المقيدة بوقت قصلاة العيدين وصلاة الكسوف وأما المطلقة فهي أي صلاة تؤدى في أي وقت تقربا لله تعالى ومثال للنافلة المطلقة قصلاة القيام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أتمنى يكون الفيديو عجبكم وأترككم في رعاية الله وحفظه لا تنسوني من دعوة حلوة بظهر الغيب دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته